موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أقاتكم مشاهدين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأ من صحيفة الواشنطن بوست التي نشرت مقالاً لسودارسان رجفان بعنوان الجندي الإسرائيلي المفقود والرحلات الجوية الملغى ربما تحول ديناميكية صراع غزة جاء فيه الجندي الإسرائيلي المفقود والرحلات الجوية الملغى من وإلى إسرائيل منذ الثلاثاء ربما تعزز موقف حماس وربما تحول ديناميكية الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الصراع الممتد منذ أكثر من أسبوعين في غزة إذا كانت حماس أمسكت فعلاً الجندي الإسرائيلي أرون شاول أو رفاته فإن ذلك سوف يوفر لحماس رافعة لصالح مطالبها السياسية أو ربما تحرض إسرائيل على التواغل بصورة أعمق في هذا القطاع الساحلي كما أن تعليق الرحلات الجوية من قبل جميع الشركات الناقلة الأمريكية والأوروبية الرئيسية يعكس قدرة صواريخ الحركة على التأثير على الاقتصاد الإسرائيلي التي وقع أحدها على بعد ميل واحد من مطار بونغوريون قرب تل أبيب يوم الثلاثاء مما دفع إدارة الملاحة الفترالية الأمريكية إلى حظر الرحلات إلى هناك يوم الثلاثاء الماضي اتصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لطلب استئناف الرحلات الأمريكية إلى إسرائيل مشيرا إلى أن المخاوف من أن إسرائيل ربما توصف على أنها منطقة حرب مما سوف يؤثر على القطاعات السياحية والتكنولوجية في البلاد وكان بيانو الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ذكر أن الهدف من الحظر هو حماية المواطنين الأمريكان فقط في تحرك واضح لعالم فهم أن هذا الحظر جاء كضغط أمريكي على إسرائيل للموافقة على مطالب حماس في غزة أثبتت وحدة حماس المقاتلة أنها عنيدة ومدربة بصورة جيدة وفي بعض الأحيان قاتلة سياسيون إسرائيليون بارزون قالوا إنهم لن يتركوا غزة حتى يتم تدمير جميع أنفاق حماس التي تمتد من غزة إلى إسرائيل كما تعهدت حماس من طرفها بمواصلة القتال هي الأخرى عمبر كيري عن احترامه لمصر وجهودها في وقف إطلاق النار وزير الخارجية المصري سامح شكري شكر كيري على دعم الولايات المتحدة ولكنه شدد على أن المبادرة المصرية تلقت دعما واسعا ولكن مسؤولا رفيعا في وزارة الخارجية قال فيما بعد إن الهدنة ليست في متناول اليد مباشرة وأضف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه تركيزنا الآن ينصب على وقف إطلاق الصواريخ بحيث يمكننا البدء في مفاوضات جادة على القضايا الأساسية نقرأ الآن مشاهدنا في صحيفة القدس العربي التي نشرت في رأي القدس بعنوان مجازر غزة أين العروبة أين الدين أين الإنسانية وسط صمت أقرب إلى التواطئ وللمرة الرابعة قصفت إسرائيل الخميس مدرسة تابعة لوكلة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونيروا لجأ إليها نازحون في بيت حانون شمال غزة واكتفى الاتحاد الأوروبي بالدعوة إلى تحقيق سريع وليس واضحا أي تحقيق يريدوني أما الرئيس الفلسطيني الذي عدل خطابه السياسي ليتفق مع نهج المقاومة قبل يومين ونجح في توحيد المطالب الفلسطينية في ورقة واحدة فما زال مطلوبا منه اتخاذ إدراء لمحاسبة إسرائيل على ما ترتكبه من جرائم في حرب غزة وحسب خبراء قانونيين فإن المطلوب من عباس هو أن يوجه خطابا رسميا إلى المحكمة الجنائية الدولية يمنحها فيه حق الولاية القانونية على ما يحدث في غزة وحينئذ يستطيع الشعب الفلسطيني بما يملك من كوادر قانونية وحقوقية كفؤة أن يفتح أبواب الجحيم القضائية على المسؤولين الإسرائيليين بفضل ما يملك من توثيق قانوني للجرائم والمجازر الإسرائيلية للأسف لقد فشل العالم في اتخاذ موقف قانوني أو أخلاقي إنصفا لأهل غزة الذين قدموا أكثر من ثمانمائة شهيد وخمسة ألف جريح حتى الآن وأغلبهم من الأطفال والنساء والمسنين أما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فلم يكتفي بسقوطهم الأخلاقي بل جعلت ضحية في مكان الجاني وأدان الصواريخ الفلسطينية بينما ما زال يغضان الطرف عن نتائج هذا الهولوكوست الإسرائيلي في غزة لكن هل يجب أن لوم العالم أو الغرب حقا بينما بعض العرب والمسلمين كادوا أن يكونوا متورطين في هذه المجازر إما بالصمت والتعتيم الإعلامي والسياسي أو المواقف السياسية السلبية التي تمنح إسرائيل غطاء أخلاقيا لجرائمها لنتحدث هنا عن قيام عباس بحل السلطة وإنغاء مسار أسل العقيم الذي منح إسرائيل رخصة للقتل لكن فقط نسأل ما الذي ينتظره العرب لإقامة جسر إغاثة جوي لإغاثة غزة وقد أصبحت منطقة منكوبة خاصة بعد أن طلبت منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة بأقامة ممر إنساني لإجلاء الجرحة وتقديم الأدوية والعلاج اللازم أي أمة عربية أو إسلامية هذه التي تتفرج على بعض أبنائها يذبحون في هذه الأيام المباركة التي من الواجب فيها على كل مسلم أن يهتم بالضعفاء والمظلومين والمحتاجين أي ليلة قدر يحتفل بها بعض القادة العرب فيما يصمون آذانهم عن المذبحة القريبة في غزة بل وماذا بقي من الدين نفسه والجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو وإذا لم يبقى لدينا دين ولا عروبة فهل جفت الإنسانية والنخوة في العروق إلى هذا الحد؟ نواصل الآن مشاهدنا مع موقع العربي الجديد الذي نشر مقالا لمالك والنوس بعنوان سوري على الحدود جاء فيه لعمليات أصول المواطن السوري إلى حدود بلاده وحدود البلدان الأخرى قصة تذكر ببيت الشاعر عن ظلم ذوي القربة لكنه معكوس لأن الظلم الذي يتعرض له المرء في وطنه من المقدار الذي تهور معه كل المظالم التي يواجهها في البلدان الأخرى وتنطوي تلك العملية على عذابات تذهب أدراج الرياح إذ لا يقف عندها مراقب مار بين هذا الجحيم المنتشر على طول الأرض السورية وعرضها ويعتبر توجه المواطن السوري إلى الحدود لعبورها خروجا من بلاده أشبه بتوجه إلى المحكمة لسماعه النطق بالحكم عليه فإن أغفلت الأجهزة الأمنية العاملة داخل البلاد أو أجلت استدعاءه أو احتجازه الاحتجاز الذي ترى هي أسبابه موجبة ولا يراها هو كافية فإن المفارز المنتشرة على الحدود تتكفل إبلاغه بذلك الحكم وتقوم مقامها بكل شيء وعلى الحدود يتعرف كل مواطن إلى نفسه وإلى ما أخفت وقدمت يداه بقصد أو بغير قصد طالما أن تلك الأجهزة تعرف عنه أكثر مما يعرف هو ولطالما أجل كثيرون عبورهم الحدود خوف من تلقيهم ذلك الحكم خوف مرده هاجس أزلي يحمله كل مواطن في داخله فيلازمه طوال حياته هاجس أنه مدن من دون أن يدري لماذا حتى يثبت العكس فهو يظل يعتقد في سره أنه سيصبح يوما ما نزيل أقبية تلك الأجهزة لسبب لا يعرفه وإن قدر للسوري عبور حدود بلاده والوصول إلى حدود البلدان الأخرى فإن جنسيته تصبح عندها اتهاما يوجب التدقيق بحامله لاستجلائه والإحاطة به ويصبح بذلك موضع تفرس وقياس طوال الوقت الذي يلزم لإنهاء إجراءات التدقيق بجواز الشفء السفر وتأشيرة الدخول وهو وقت يطول أكثر في حالته في مطارات أخرى يرمقونك كأنك قنبلة موقوطة ستنفجر بهم في أي لحظة أو كأنك وباء يخشون الاقتراب منك خوف العدوى وتنزل الأسئلة عليك يمطرونك بها كأنك في غرفة استجواب لماذا اخترت بلادنا؟ كيف أقدر لك الحصول على سمة الدخول؟ كم ستمضي لدينا؟ انقيد لك الحصول على جنسية بلدنا والبقاء فيها هل ستفعل؟ تسألني زوجتي لماذا يفعلون بنا هكذا؟ ولماذا نحن من بين كل البشر؟ أجيبها لأن كل السوب للدنيا قد سدت في وجهنا نحن السوريين ولأننا أصبحنا كالصراصير يتعجبون كيف نجونا من آخر عملية مكافحة لنا؟ لماذا بقينا على قيد الحياة حتى الآن؟ وكيف؟ نواصل الآن مشاهدين الكرام مع موقع ريبيان بيزنس الذي نشر بعنوان اعتقال سعودي وفلسطيني في أعقاب مذبحة ذهب ضحيتها أكثر من مئة سوري في البحر اعتقلت السلطات الإيطالية خمسة أشخاص بعد مذبحة بحق مئة مهاجر سوري عثر على جثثهم أحدهم طفل رضيع في مخبأ في مركب بحري وروا شهود على المركب القادم من تونس أحداثا مروعة شهدها على المركب الذي يحمل لاجئين أغلبهم سوريون بحسب صحيفة الديلي تيليغراف واقتتل اللاجئون فيما بينهم بعد أن خرجت مجموعة مذعورة كانت مختبئة في قلب المركب بسبب شعورهم بالاختناق مطالبين بالعودة إلى تونس واشتبكوا مع المهربين ومع المجموعة التي فوق سطح المركب وأسفر الصراع عن رمي خمسين منهم في البحر كما تم طعن ستين آخرين بالسكاكين قبل رميهم بالبحر وعتقلت الشرطة شخصا فلسطينيا وآخر سعوديا وشخصين من المغرب وآخر السوري مع مهربين تونسيين واتهمتهم بالقتل بعد العثور على جثث ثلاثين شخصا بينهم طفل كانت مكدسة في غرفة المحرك ويبدو أنهم ماتوا اختناقا في المركب الذي كان يحمل خمسمائة وستين شخصا من المهاجرين غير الشرعيين أغلبهم من سوريا وكانت السلطات المالطية قد عثرت على القارب الخشبي قبالة جزيرة لامبيدوزا الواقعة بين تونس وصقلية وتحدثت سلطات الإغاثة الإيطالية عن وجود جثث لرجال ونساء وطفل رضي وبحسب السلطات العسكرية في مالطة فإن المهاجرين قد يكونون قتلوا دهسا خلال فوضى جرت على السطح القارب أو اختناقا بغاز العادم داخل غرفة المحرك بحسب أجهزة الإغاثة الإيطالية لكن تفاصيل حدوث المذبحة تكشفت لاحقا وطلبت السلطات العسكرية المالطية فورا المساعدة من قوات خفر السواحل الإيطالية لإنقاذ المهاجرين ووصل الناجون من الخمسمائة وستين ومن بينهم والدات طفل إلى ميناء مستينة على متن السفينة الدينمركية التي قدمت لهم المساعدة ننتقل الآن مشاهدنا إلى صحيفة صباح التركية التي نشرت تحت عنوان محاصرة الموازي من سبع جهات جأفي النيابة العامة التي أطاحت بالتنظيم الموازي في دوائر أمن الدولة بدأت بتعاقب منتسب التنظيم من كافة الجهات ومن ضمنها المدعون العامون الذين أعدوا الغطاء القانوني لأعمال التنظيم غير القانونية إضافة إلى الذين قاموا بالتجهيز للحركة الانقلابية التي بدأت بعملية مكافحة الفساد والرشا يومي السابع عشر والخمس والعشر من شهر ديسمبر كانون الأول الماضي الخطوة الأولى التي ستتخذها النيابة العامة هي تدقيق جميع التحقيقات التي أجرها التنظيم مع الأشخاص الخطوة الثانية محاولة الكيد لمنتسب جهاز الاستخبارات من الذين تم استجوابهم في دعوة الجناح الإداري لتنظيم PKK ومحاولة إلقاء القبض على رئيس المخابرات حقان في دن بذريعة استدعائه للتحقيق الخطوة الثالثة تدقيق اتصالات المدعين العامين الذين خططوا للعمليات الانقلابية وارتباطاتهم بعصابة التنظيم أما الخطوة الرابعة فهي التحقيق في إذ جاءات المدعي العام زكريا أوز التي استغلها في تعيين المدعين العامين والقضاء الخطوة الخامسة تدقيق قضية إيقاف شاحنات جهاز الاستخبارات التي كانت تنقل المساعدات الإنسانية للمعارضة السورية الخطوة السادسة التحقيق في عمليات التنصط التي شملت مئات الأشخاص من بينهم رئيس الوزراء وأربعة وزراء أما الخطوة السابعة والأخيرة فهي التحقيق مع مجلس القضاء الأعلى والمدعين العامين الذين حاولوا حماية المدعين العامين المنتمنة للتنظيم الموازي نقرأ الآن في وكالة أنباء الأنضل التي نشرت تحت عنوان الجبهة الإسلامية تسعى للتوافق من أجل قتال المفسدين شمال سوريا جاء فيه قال في راستقي عضو المكتب الإعلامي للجبهة الإسلامية إن المبادرة الأخيرة التي طرحتها الجبهة في الشمال السوري تهدف إلى قتال المفسدين في الشمال وذلك باتفاق الجميع من أجل شرعنة الحملات ضدهم وفي تصريحات لمراسل الأنضول عبر سكاي أوضح التقي أن الأسباب التي دعت للمبادرة هي عدم الدخول بصراعات أو اقتتال جانبي يضر بالثورة عامة ومنطقة الشمال خاصة وحل الخلاف الواقع بين جبهة النصرى وجبهة ثوار سوريا وأضف التقي أيضا لا ننكر وجود مفسدين ولكن قتالهم يكون باتفاق الجميع وهذا يعطي الحملات ضدهم شرعية وقوة أكبر من جانب آخر لفت تقي إلى أن الجبهة طرحت خطوة فاعلة منها أن تحل قوات من الجبهة مكان قوات جبهة النصرى في حارم بريف إدلب شمالا وبذلك يهدأ التوتر بين الفصيلين بانتظار رديهما ومضى خائلا كان هناك لقاءة ضمن إطار المبادرة والانطبعات الأولية بين الأطراف جيدة حيث أبدأ الاستعداد للحل وعدم الرغبة في زيادة الخلافات وفي سياق آخر وفيما يتعلق بانتقادات موجهة للجبهة بتراجع نشاطها ضد قوات النظام السوري شدد تقي على أن نشاط الثورة السورية بشكل عام يرتفع وينخفض بشكل دائم ولا يبقى على وطيرة واحدة والجبهة الإسلامية جزء منها وتابع بالقول تعتبر الجبهة الإسلامية المكونة الأبرز على جبهة مورك بريف حما ومعسكر الحامدية بريف إدلب وكذلك جبهة المليحة في الغوطة بريف دمشق وجبهة السجن المركزي ومخيم حندرات في حلب وبين أن مقاتل الجبهة الإسلامية يرابطون في هذه الجبهات لحرمان قوة النظام من التقدم أو الراحة كما يحصل في جبهة جبل الأربعين في ريف إدلب وجبهة الفوعة في بنشبري في إدلب أيضا وطرحت الجبهة الإسلامية في ريف إدلب الثلاثاء الماضي طرحت مبادرة لوضع حد للقتال الدائري في أكثر من منطقة بالريف بين جبهة النصرة وجبهة ثوار سوريا تركز بشكل أساسي على وقف فوري للقتال بين الأطراف المتنازعة وإطلاق الأسرى من الطرفين نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشر موقع سيراج بريس مقالة لعمار البكور بعنوان سيناريو حمص لن يتكرر في حلب والأسباب؟ بدأت وسائل إعلام النظام تروج بالأوينة الأخيرة إلى محاصرة محتملة لأحياء مدينة حلب محررة عبر تطويق المدينة من الجهات الأربع محللون ومتابعون للمشهد الحلبي يرون أن من المستحيل تكرار سيناريو حمص في حلب مؤكدنا أن حلب لن تحاصر لعدة أسباب أهمها؟ أولاً طبيعة حلب تختلف عن حمص لأن ريفها كله منتفض بينما الريف الغربي لحمص يقتله موالون للأسد والريف الشرقي والجنبي صحراوي لا يمكن العيش فيه ومكشوف من أماكن بعيدة بينما ريف حلب كله زراعي ويوجد فيها الكثير من الطرق الفرعية التي ينفذ عبرها الثوار التي ينفذ عبرها الثوار عمليات نوعية تؤدي بحياة العشرات من قوات النظام ثانياً قرب محافظة حلب من الحدود التركية أي أن الطرق الإمداد مفتوحة ثالثاً كثرة واتساع المعارك في أكبر مدن سوريا سكاناً وبلدات مما يجعل النظام يحتاج إلى جيش كامل كي يبسط سيطرته على مدينة حلب وريفها بشكل كامل وهذا مستحيل لأنه حينها سيفقد السيطرة على دمشق رابعاً من يعرف جغرافيا محافظة حلب يعرف أن بإمكان الثوار بأي لحظة أيضاً أن يحاصر قوات النظام الموجودة داخل حلب إذا ما استطاعوا السيطرة على منطقة الراموسة التي تعد طريق الوحيد لقوات النظام إلى حلب خامساً قوات النظام تتمدد من الجنوب باتجاه الشمال الشرقي عبر نفق يحيط به الثوار من الطرفين وهذا يعني أن بالإمكان قطع هذا الطريق وتصفية عناصر قوات النظام سادساً قوات النظام لن تستطيع أن تصمد في مدينة حلب وريفها طويلاً أمام ضربات الثوار الموجعة حيث قتل منها المئات من ضباط وعناصر وشبيحة خلال الأسابيع الأخيرة سابعاً انسحاب عدد من الميليشيات العراقية وعدم إرسال مؤازلة لقوات النظام في جبهات حلب له تأثير سلبي عليها حيث كانت تعتمد على هذه الميليشيات وتضعها في مقدمة المعارك ثامناً الثوار بدأوا بالتوحد استعداداً منهم على ما يبدو لمواجهة قوات النظام عبر الكمائن والمواجهات وإذا ممتلك الثوار مضاد الطيران الذي تتفوق فيه قوة النظام عليهم فإن معادلة الصراع تتبدل خلال أيام تاسعاً إدرك الثوار بأن قوات النظام تحاول محاصرة مدينة حلب جعلهم ينتهجون سياسة الزرع الألغام في مناطق محتمل أن تطالها وتتشيم نقاط الدفاع عن المدينة واتباع أسلوب الكر والفر في جبهات حلب وريفها الكثيرة وأعطت هذه السياسة نتائج إيجابية ويشير الخبراء إلى أن ثوار حلب يستجرون عناصر قوات النظام إلى مناطق عديدة في المدينة وريفها كي يسهل عليهم اغتنام ذخيرتها وتصفية عناصرها على الحواجز إذا منتشرت بمناطق كثيرة في بداية الثورة لم يكن لدى الثوار أسلحة وهاجموا حواجز قوات النظام وواجهوا الدبابات بالبندقية وانتصروا هكذا يقول أحد ناشط حلب أحد الصحفيين الحلبيين استشهد ببيت شعر لنزار قباني كل ليمونة ستنجب طفلاً ومحال أن ينتهي الليمون أرقام شهداء قصف قوات النظام وإدرامها كل يوم تزيد وكل يوم يكبر سأر أبناء الشهداء مع بشار الأسد وعصابته المدرمة فكيف يمكن أن تحاصر حلب؟ بهذا مشاهدنا الكرام تنتهي حلقتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم أشكر لكم حسن متابعتكم تقبلوا تحياتي وتحياتي فريق العمل نلتقي مجدداً غداً إن شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة